في إطار تعزيز السلام والاستقرار السياسي بالقارة السمراء جاءت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لأفريقيا والمكلفة بشؤون السياسة وبناء السلام السيدة مرتا أنا أكيا بوبه حيث جاءت للقاء رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية بايمي باداكي ألبير خلال نصف ساعة من اللقاء أكدت المسؤولة الأممية لرئيس الوزراء بأن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة في دعمها للمرحلة الانتقالية من أجل استقرار سياسي وسلام دائمين في شات لدى خروجها من اللقاء تقول السيدة مرتا أنا أكيا بوبه جئت للقاء رئيس الوزراء في إطار زيارة موسع قم بها في أدد من الدول الأفريقية خلال اللقاء أكدت لرئيس الوزراء مدى التزام الأمم المتحدة دعمها للمرحلة الانتقالية في شات كما أكدت له أيضا بأنه من خلال تقارير مسؤولين في شات أن الحكومة الانتقالية ماضية في طريقها من أجل إنجاه المرحلة الانتقالية وقد رفق المسؤولة الأممية في هذه الزيارة كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفريقيا المركزية فرانسوال لونسيني فال والمنسق المقيم لنشاطات الأمم المتحدة في شات سيد سارج تسو عدد من مسائدين لها خلال البعثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة